كلما زادت السيارات الحديثة رفاهية كلما أضحت عرضة للسرقة من قبل قراصنة الأنظمة الإلكترونية هذا هو فحو تقرير صدر عن موقع كامبرج نيوز الإخباري جاء فيه أن أكثر من ستة آلاف سيارة تعرضت للسرقة في لندن العام الماضي عن طريق القرصنة الإلكترونية من خلال استخدام تقنيات واي فاي والبلوتوث للاتصال اللاسلكي والهواتف النقالة وعرضت تقرير تجارب تمكن من خلالها خبراء من المعلوماتية أو في المعلوماتية من السيطرة على سيارات من دون الرجوع إلى سائقيها وأجروا منورات كتشغيل الأجهزة الداخلية ومساحات النوافذ وإبطاء المحرك والسيطرة على المكابح